مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة الصف الثاني عشر تأسيسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكملة للحصة السابقة مراجعة على الوراثة هنبدأ إن شاء الله نحل أسئلة بسم الله الرحمن الرحيم عند إجراء تزاوج بين نباتين أحدهما بنفسجي الأزهار غير متماثل والآخر أبيض الأزهار فإن الجيل الأول الناتج من هذا التزاوج يكون طيب نأخذ الأول المسألة بنفسجي غير متماثل لو أن البنفسجي بي كابتل بي سمول والأبيض بي سمول بي سمول هيكون الناتج كام؟ هيكون الناتج عندي بي كابتل بي سمول وعندي هنا بي كابتل بي سمول يعني برضو خمسين في المية وعندي هنا النسبة المتوقعة هتكون خمسين في المية بنفسجي وخمسين في المية أبيض كويس خمسين في المية نفسجي وخمسين في المية أبيض عندي حالة الفردة الذي يحمل الترز الجيني سي كابتل سي سمول لمريض التلايف الكيسي هيكون هيكون مصاب وناقل للمرض لا يورز جيني المرض سليمة غير ناقل يورز جيني المرض وهنا مش مصاب هنا حامل هنا يورز جيني المرض أبي يورز جيني المرض ليه؟ لأننا عندي سي سمول ده مصاب وعندي سي كابتل سي كابتل تسليم وعندي سي كابتل سي سمول حامل وبالتالي ده يورسين المرض اللي لإنه يورس اللي هو سي سمول طيب يحدث بادل بين قطعة دي انيه بين الكروموسومات المتماثلة في الانقسام الميوزي خلال الطور احنا غنى خلال اي طور خلال الطور الانفصالي الاول خلال الطور الانفصالي الاول شوف السؤال اللي بعد عندي هنا يؤدي حدوث عملية العبور يؤدي الى ايه يا ترى انت جينات جديدة اذا للجينات قديمة عدم وجود اختلاب بين افراد العائلة الواحدة اعادة ترتيب الاليلات في الطرز الجينية نعم هي اعادة ترتيب الاليلات في الطرز الجينية من امثلة الصفات التي يعتمد ظهورها في الفرد على جنسه اللي هو نعم الصفات المرتبطة بالجنس مرض نز في الدم وايه كمان تاني وعمى الالوان كويس نزوج رجل وفتاه مجهولان الترز الجيني لمرض نز في الدم فكان خمسين في المية اناث حاملة وخمسين في المية ذكور سليمة يعني عندي اناث حاملة كده اتش كابتل اتش سمول وذكور سليمة خمسين في المية ادي ذكر سليم اتش كابتل هل الرجل مصاب والفتاه سليمة لو كان الرجل هنا مصاب والفتاه سليمة ممكن تديني خمسين في المية من البنات حاملات والاولاد كلهم هيطلعوا سليمين ما ينفعش الرجل هنا مصاب والفتاه حاملة ممكن تمشي ليه لاننا عندي لو كان الرجل مصاب اتش سمول وعندي هنا الانثى حاملة كده ابو ممكن هيطلع هنا ذكور مصاب وهيطلع عندي هنا ذكور سليمة خمسين في المية وخمسين في المية وعندي هيطلع هنا اناس حاملة واناس مصاب يبقى هذا هذه الاجابة طيب نشوف مسألة تانية تزوجت تزوجت امرأة مصابة برقصة تنتين قلت خليط يعني اتش كابتل اتش سمول من رجل سليم يعني اتش سمول اتش سمول يبقى دي الاثنين ما هو احتمال انجاب اطفال مصابين بنفس المرض انا عندي هنا ده كده هيطلع سليم وده كده هيطلع مصاب وده هيطلع سليم وهيطلع مصاب يعني لو عملنا مربع بنت هادي اتش كابتل اتش سمول هنا اتش سمول اتش سمول يبقى اندي هنا اتش كابتل اتش سمول مصاب اتش كابتل اتش سمول مصاب اتش سمول اتش سمول اتش سمول اتش سمول يعني النسبة عندي خمسين في المية ممتاز شوف سؤال تاني سطاع عالم الوراثة مورغان أن يثبت أن العوامل الوراثية هي الجينات وأنها إجزاء من الكروموسومات من خلال الأبحاث التي أجراها على صفت نعم هو اختار طول وقصر جناح ذبابة الفكهة ممتاز ماذا يطلق على صفة الفرد عندما يحتوي على الليلين مختلفين الفرد ذو صفة النمط الهجين لو كان R-capital R-small أو T-capital T-small بصفة الفرد الهجين ممتاز شوف غير أي الطرز الجينية التالية لا يحمل صفة مرض تنتنجون آه ده أنا عندي هنا اللي هي ده لا يحمل الصفة ليه لإني هنا رقصة تنتنجون جين سائد وليس متنح طبعا عندي هنا لا يحمل صفة مرض رقصة تنتنجون ده اللي هو الجين المتنح ماذا يطلق على الصفة عندما يحتوي الفرد على الليلين مختلفين السائلين اللي هو الفرد والصفة الحجين أي الأجزاء التالية تم خلالها عبور الجينات أثناء الانقسام الميوز وعندي هنا الكروماتيدات الداخلية في نفس الكروموسوم ولا الكروماتيدات الخارجية الكروماتيدات الداخلية في الكروموسومات المتقابلة مش في نفس الكروموسوم بقى سليم امتاز شوف غيره السؤال بيقول تزوج رجل مجهول فصيلة الدم إذا كانت فصيلة دم أمه A B وأبوه O من امرأة فصيلة دمها O أي من فصال الدم لا يمكن أن يتواجد في الأبناء نشوف هو مراته كانت O O وهو أصلا كان أبوه O وأمه A B يبقى ممكن هو يكون A O أو B O طبعا أي من الأبناء لا يوجد طبعا هنا يبقى محتمال كبير أن لا ينتج هذه الفصيلة لا تنتج هذه الفصيلة ليه لأننا عندي لو أنا كان التزوج بين A و O يبقى مش هي منفع كل الفصيل O و A لو كانت Ooh لو كانت مطلعا مع O مراته مع B اللي هو الرجل يبقى الناتج هاي يبقى إما وبالتالي ما فيش AB امتاز